طبعاً من الأرقام زي ما قلت لحضراتكم وزي ما شفنا مع محمد الباز شفنا إن النادي الأهلي بالأرقام هو المتفوق ولكن ظروف المباراة مختلفة النهاردة مختلفة بعض الشيء يمكن كمان من الحاجات اللي أحياناً بتقلقنا في المباراة الأفريقية وخصوصاً لخارج الأرض التحكيم وبنسبة التحكيم مش حقدر أتكلم ومعانا الخبير العزيز كابتن ناصر عباس منوارنا يا كابتن تحاية لك ابنائماً وحشنا كتير وتحاية الكل مشاهدي قنات اللي أدنها في كل مكان إذا كابتن أعمل ليه؟ الله يخليك في البداية طبعاً منقول يا رب أن الله لنهاردة يفوز إن شاء الله يا رب ويحق نتجة إيجابية وإن شاء الله يعتلي صدرة المجموعة وده يتفاقل إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لنهاردة يفوز بإذن الله كابتن أيمان تقم التحكيم تقم التحكيم يا إلي ولا اختبار صعبة كابتن أيمان ولا بكلم على الحكم الرواندي سامول اختبار صعب جداً جداً للنهاردة بحاول ليه الأسباب أولاً خلينا في البداية نقول من هو الحكم الرواندي وحكم من ضمن حكام اللي تم اختيارها في البتوطومة الأفريقية اختاروا 26 حكم كابتن أيمان من القارة و30 حكم مساعد وكمان 12 حكم للفوان 68 حكم تم اختيارهم في البطولة الأفريقية طيب هو النهاردة لكلم على الحكم الرواندي أدار إيه هناك في البطولة عدد المباريات اختلفت الحكام هناك في حكام لعبة أربع مباريات وفي حكام لعبة تلاتة وفي حكام لعبة مباراتين وفي حكام لعبة مباراة وفي حكام لعبة شوالة مباراة في البطولة اللي هي تلعبت كابتن أيمان راحت البطولة ورجعت لعبة شوالة مباراة نيجي لسامل هو لعب مباراتين. مبارات الأولى كانت في مباراة ما بين غنية الاستوائية وغنية بساو. دي كانت في دول المجموعات. والدوله كمان مباراة في نفس الدور. دول المجموعات. الدوله مبارات لمبيبيا ومالي. فقط لغير. خد مباراتين في بطولة لما أفريقيا. ما خدش ولا في دول 16 ولا في دول 8 ولا في الأربعة ولا في النهاية. ولكن كان يحكم في حكم رابع كده. طيب. هو تصنيفه إيه؟ اتحاد فريقيا عمل حاجة جميلة جدا جدا. عمل تصنيف الحكام كابتن أيمان حكام القارة. الحكام اللي هم البروفيشنل هو رقم 16 من العشرين. رقم 16 من العشرين. الحكام البروفيشنل هو 16. طيب. النهاردة بعد البطولة. عندنا حاجة اسمها التقييم. وعادة التقييم لأن العشرين المفرشنل دولة كابتن أيمان بعد أداء الحكام. في حكام كان أداءها مش طيب. مشيت من البطولة. وفي حكام كملت وكان أداء كويس. حيتم إعادة تصنيف الحكام تاني. وده هيخش من ضمن خطة اتحاد الفريقي في الفترة اللي جاية. لأن العشرين يتقادوا مبالغ من الاتحاد الدولي كحكام بروفيشنل. حكام هي وظيفتهم للتحكيم. فهيتم تقييم الحكام. طيب. المهم إيه هو؟ تقييم مازال موجود خاصة في الحكام اللي تم تعيينه في هذه الجول. يعني خلي بالك مش هيتم تقييم على بس على البطولة. ولكن من ببارة النهاردة. الناد الأهلي. ورسداد. دخلة من ضمن تقييم الحكام. وده المهم. وده المهم. طيب. لها تدار بتقنية الفار. يعني ما كانش لي أي دور. يعني لأنا عزوه لي النهاردة بقى هو انتفاجئ النهاردة ما فيش فار. صح. هي دي المشكلة. يعني بقول إيه؟ لما انت تبقى حاكم وبتنزل براءة وعندك الفار بتعتمد عليه. وخلي بالك الفار أنقذ حكام كتير في البطولة. صح. بأمانة. النهاردة يا باشا انتها النهاردة ما عندكش تقنية الفار. وهي دي بقى المهم. عشان كتير بقول إيه؟ ده الاختبار الحقيقي لهذا الحكم كتير الأيمن. بالإضافة للجمهور والملعب حيبقى ضغط. أتمنى طبعا في عدم وجود تقنية الفار وده عبقى على الحكم. صح. لأن القرارة النهاردة الخاطئ النهاردة النقطة بتفرق. تكلف. بالضبط كده. فأتمنى النهاردة يكون عنده هذا الحس ان هزين براه أخطأ التحكمية مش مقبولة بأي شكل. صح. أي خطأ التحكمية في هذه البراء مش مقبولة ما حدوش هستحى حالك الخطأ اللي فيه. صح. زي ما قلت هوا عنده الحوافز وتعود صعب. طبعا. وعنده الحوافز وعنده دوافع نمرة واحد عشان هيخش تقييم جديد. نمرة اثنين اختبار النهاردة. النهاردة لو نجح يبقى فعلا ده الاختبار الحقيقي وليس الاختبار فيه بطولة الأمم الأفريقية. أخيرا منقول إن شاء الله بإذن الله متفقلين إن شاء الله بإذن الله إن الأهل النهاردة يفوز. وزي ما عودنا شاركة من أيمان إن شاء الله بإذن الله يبقى على سطرة المحب. بإذن الله.